السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسب بعض السدود التي سأل عنها بعض الإخوة طبعا السدود الوسط والشرق لأن سدود الغرب الجزائري لا يوجد بها تغير كبير ما أدى بعض سدود تيب بازعين الدفلة وتيسمسيل التي شهدت ارتفاع لبأس به في الآوين الأخيرة أما باقي سدود الغرب لا يوجد فيها تغير كبير لا تنسوا الاشتراك في القناة لنوصل لكم كل جديد إن شاء الله أول سد هو سد كوديت أسردون الذي سأل عنه الكثير وصل تخزينه حاليا إلى 18 مليون متر مكعب هذا كان يوم أمس أما اليوم 2 مارس 2024 وصل السد إلى 18 مليون متر مكعب أي بنسبة حوالي 4 إلى 5% من 4 إلى 5% من تخزين السد الذي يبلغ 640 مليون متر مكعب السد حاليا فيه 18 إلى 19 مليون متر مكعب الحمد لله على هذه النعمة السد ارتفاع ملحوظ في الآوين الأخيرة الأهم من هذا هو دوام جريان الأودية معناه دفع كميات إضافية من المياه نحو السدود السد الثاني هو سد قدارة في الأسبوع الماضي كان بنسبة 18% لحد الآن النسبة تكون في حدود 22 إلى 23% الحمد لله على هذه النعمة العظيمة ربما سيتم التصريح بنسبة أكبر في الأيام المقبلة لأن ما زال فيه جريان كبير للأودية خلال هذه الأيام وفيه اضطرابات جوية قادمة السد الآخر وهو سد زردازة في وليتسكيغدا هذا السد تم تفريغ المياه الزائدة منه أي الإنقاص من السد معناه فتح صمامات السد طبعا السد شهد في الأسبوع الماضية امتلاء كله وبعد امتلاء السد وصوله مئة بالمئة فاض السد من الحاجز فبعض المياه دخلت إلى السكنات هذا فيضان السد فقط يعني الناس التي كانت خائفة من بعض السدود السدود الجزائرية بها صيانة دورية والإنقاص من الكميات الزائدة مثل ما حدث مع السد زكيغدا أو سد زردازة في وليتسكيغدا في الأيام الماضية جراء الإضطراب الجوي ففي الأسبوع الماضية وصل سد زردازة في سكيغدا إلى امتلاء كله والمشكلة أن تحت السد تقع أحياء سكنية وهذا هو الخطأ الكبير لا خوف على السد لأن السدود بها صيانة دورية وإنما على الأقل إعطاء حق لمجرى الوادي إعطاء حق لمجرى الوادي فبعض السكنات دخلتها المياه هذا يعني بعدما وصل السد مئة بالمئة فقط يعني صراحة يجب إعطاء حق للأودية ولا يمكن البناء في وسط الأودية يعني صراحة هذا خطأ كبير هناك سدود أخرى في ولاية الطرف مثل سد ماكسا وصل إلى أكثر من تسعين بالمئة وسد بوقوس أو بوقوس وصل إلى حوالي 24 بالمئة الحمد لله فيه ارتفاع كبير في منسوب المياه والسد الآخر هو سد بوحمدان في ولاية جالمع ارتفع بشكل كبير حوالي 34 بالمئة أي أكثر من 60 مليون متر مكعب هذا كان بعض السدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته